اشتركوا في القناة محافظ حضر موت يعقد لقاء بالمعنيين لتسهيل اجراءات المستثمرين واراضي المواطنين تدشين المعونة الفنية الصينية بالمكلة للقطاع الصحي للمحافظات المحررة اهلا بكم ترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي عبر الاتصال المرئي الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس بحضور نائبه هاني بن بريكا ورئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد بن بريكا واعضاء الفريق التفاوضي وبحضور وزراء المجلس في حكومة المناصفة وناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع واستكمال تنفيذ اتفاق الرياضة وفقا لمساره الصحيح ومعالجة المعابقات المفتعلة والهادفة لعرقلة تنفيذه وافشال حكومة المناصفة وفي مقدمتها القرارات الاخيرة الصادنة عن الرئاسة اليمنية المخالفة للاتفاق هذا واصر المجلس الانتقالي في وقت سابق بيان عرب فيه عن استنكاره للمحاولات المتكررة الى تعطيل عملية استكمال تنفيذ الاتفاق وارباك المشهد وذلك على خلفية القرارات الرئاسة اليمنية وحدية الجانب حسب وصفه مشيرا لانه يشكل خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياضة ومشددا على انه سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبقا اصدر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قرارات جمهورية غضت بتعيين نائبا عاما للجمهورية ورئيسا لمجلس الشورى هذه القرارات اعتبرها المجلس الانتقالي الجنوبي حدية الجانب وتشكل خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياضة احدية الجانب هكذا وصفت قرارات الرئيس هادي التي افضت لعدد من التعيينات اهمها تعيين احمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى واحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية كثيرون رأوا في قرارات الرئيس هادي اختراقا صارخا لاتفاق الرياض والتفافا على مخرجاته التوافقية بما يخدم شخصيات واحزاب متنفذة كانت تسيطر على الشرعية في جميع قراراتها وسط سيل الانتقادات التي تلقتها ادارة الرئيس هادي كان موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الاكثر حدة والمندد الاولى بالقرارات الاحدية حيث قال في بيان له انه سيقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق داعيا رعاة الاتفاق الى استكمال عملية التنفيذ بشكل يضمن التوافق السياسي بيد ان الموقف القانوني كان الاشد وقعا فعبر نادي القضاة الجنوبيين في العاصمة عدن ارسل النادي رسالة واضحة مفادها انه ليس من صلاحيات الرئيس هادي تعين نائب عام للجمهورية دون تزكية من مجلس القضاء الاعلى وموافقته بن دغر المحال الى التحقيق من الرئيس هادي يعود من جديد لرئاسة مجلس الشورى بامر الرئيس نفسه مما يكشف تخبطات صانع القرار التي اوقلت في الحكومة على نحو انفج وعلى نهجها الاخير وضعت نفسها في موقف صعب امام المملكة العربية السعودية الراعي الرسمي لاتفاق الرياضة تعيينات الرئيس هادي الاخيرة قابلتها ردود فعل غاضبة واعادت للاذهان حجم المآسي التي تجرعتها العامة ابان فترة تولي بن دغر زمام الامور في العاصمة عدن وقفت خلية الازمات في الامانة العامة لهيتي رأسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري مما جملة من الازمات على الساحة الجنوبية ووقفت الخلية امام القرارات الاستفتازية التي صدرت عن الرئيس هادي والتي مثلت خرقا واضحا لاتفاق الرياض حسب وصلها وتطرق الاجتماع الى حملات الاعتقالات والمداهمات في منازل المواطني في محافظة شبوة بدون اي مصوغات قانونية واستنكرت الخلية اقدام محافظ شبوة على تدشين العمل في ميناء قناء بدون الرجوع الى سلطات موانئ البحر العربي او خليج عدن وبدون علم وزارة النقل ومجلس الوزراء وادانة الخلية اعتقال واحتجاز المسافرين في النقاط العسكرية بمحافظة ابيان من قبل الميليشيات الاخوانية الرافضة للانسحاب من مواقعها وصلت الى ميناء المعلى بالعاصمة عدن سفينة الحويات كيلترادير التابع للخط الملاحي العالمي ميرس كلاين وتدخل باخرة الحويات الى رصيف ميناء المعلى وعلى مكنيات 963 حوية متعددة البضائع بعد توقف دام سنوات في محطة رصيف المعلى للحويات ويعود عودة الخط الملاحي الى ميناء عدن بمثابة عودة الروح للميناء وعودة حركة التجارة في ظل التعاون المشترك بين الغرفتين التجارية والملاحية في العاصمة عدن بحث وزير التخطيط وتعاون الدولي الدكتور واعد باذي بالعاصمة عدن مع وكيل حضر موثل شؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصرح مشاريع الخطة الاستثمارية والممولة من منظمات دولية وناقش اللقاء المشاريع الممولة من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والمشاريع المعتمدة في الخطة الاستثمارية للحكومة للعام الجاريب والية البحث عن مصادر تميل مشاريع البنية التحتية التي استكملت الدراسات فيها بمحافظة حضر موت وفي سياق ذاته ناقش نائي وزير التخطيط الدكتور نيزار باصهيبة ووكيلة وزارة التخطيط وزير الشرماني مع الدكتور أحمد باصرح المشاريع الممولة من الصندوق العربي للإنماء والمنظمات التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى الدور المبدوم المركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي في برامج الإغاثة الإنسانية ومشاريع التنمية الاجتماعية والبنية التحتية وإلى المكلة عقد محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوأركن فارج سالمين البحسني لقاء بالجهة ذات العلاقة للدفع بعملية الاستثمار وتخليص إجراءات المستثمرين والمواطنين ومعالجة قضايا الأراضي وناقش اللقاء الصعوبات التي تعترض المستثمرين وبعض القضايا الشائكة للمواطنين واستمع المحافظ من عدد من المستثمرين والمواطنين إلى مشاكلهم وصعوباتهم بالحصول على أراضي للاستثمار وقضايا المناطق الصناعية والأراضي الخاصة بالمواطنين مؤكدا أن هذه اللقاءات العامة والمفتوحة مع نماذج المستثمرين والمواطنين ستستمر خلال الأسبوع القادم بهدف الوقوف على الصعوبات في هذا المجال وتشكيل لجنة من المختصين لتحقيق تقدم في ملف الاستثمار وحل قضايا الأراضي وفي سياق آخر اتقى محافظ حضر موت بالمكلة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع الطب العلاجي حسين أحمد العواشة استعرض اللقاء الوضع الوبائي في المحافظات المحررة ومجالات التعاون بين وزارة الصحة ومكتبيها في الساحل والوادي وبرنامج وفد الوزارة لتنفيذ نزولات للمراكز الصحية ومراكز العزل في هيئة مستشفى ابن سينا ومستشفى الدكتور جريري للحميات بفلق وناقش اللقاء وضع الوافدين من الخارج والأمور المتعلقة بتكثيف الاهتمام بالعزل الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا كما تم مناقشة ألية توزيع المعونة الفنية الصينية التي تم تدجينها بالمكلة وكيفية نقلها للمحافظات المستهدفة دشن وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الطب العلاجي مع مدير مكتب الصحة بساحل حضر موتة المنحة الفنية الصينية المقدمة للقطاع الصحي للمحافظات المحررة تفاصيل أكثر في التقرير التالي تجهيزات ومعدات طبية هي المنحة الصينية للمحافظات المحررة دشن استلامها في المكلة بعد تسهيل إجراءات وصولها وإعفائها من الضرائب ندشن عملية توزيع المعونة الصينية من المستهدفات الطبية والتأثيث والأجهزة أيضا هذه المعونة قدمت من الحكومة الصينية بدورنا نشكر الأخ محافظة المحافظة اللواء البحسني على تعاونة وتسهيلة وصول هذه الشحنة إلى ميناء المكلة ومن ثم تسهيل إجراءات التخليص والتعاون في ذلك أعفائها أيضا من الجمارك تدسين المنحة من جمهورية الصين الشعبية وهذه المنحة لا يخفيكم موجودة فيها كل المعدات الموجودة لكل أقسام الموجودة في المستشفيات من قسم النساء وغلادها ومن تساعد المعاقين في كراسي متحركة كعربية وأيضا في كل المعدات التي تساعد وتسهم في أكثر خدمة للمواطن الموجودة في المستشفيات المنحة الصينية تتضمن 14 صنفا من التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام التلقيد والطواري والأشعة وأقسام النساء والولادة وأجهزة تخطيط القلب وغيرها من المعدات الأخرى البالغ تكليفتها مليون وأربعمائة ألف دولار اليوم نحن في صداد دشين معونة صينية تقدر بمليون وأربعمائة دولار من دولة الصين الشقيق تحتوي على معدات طبية وأجهزة في تشخيصية وعلاجية للمحافظة حضرموت ولمحافظات المحررة نبلغ فائق شكرنا وتقديرنا للأخوة في السفارة الصينية وجمهور الصين الشعبية بما قدموه من معدات طبية ثمينة وقيمة التي ستسهم بإيجاب في رفض المستشفيات بمحافظة المهرة بهذه المعدات والتي ستسهم مساهمة بالغة في تطوير المنشاة الطبية الحكومية وستفيد برضو الجانب التشخيصي والعلاجي بمحافظة المهرة بالنسبة للوادي نحن كنا نستفيد منهم كثير في جانب البعثات الطبية واليوم إكمالا لهذا الجانب وهو تسليم السلام وتسليم التجهيزات الطبية الخاصة بمديريات وادي حضرموت والصحراء ستسهم هذه المنحة الطبية في الارتقاء بالوضع الصحي في المحافظات المحررة التي تعاني نقصا في التجهيزات الطبية لقناة المكلة محسن بالبحث ترأست مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ أوسان بحسين اجتماعا باللجنة التحضيرية نقابة الباصات الصغيرة بالمكلة وناقش الاجتماع استكمال الإجراءات اللازمة والضرورية لتحديد الاجتماع الانتخابي وتحديد مهام لكل عضو من اللجنة لإضافة إلى ضرورة التزام كل عضو بالمهام الموكلة إلي وخلال الاجتماع أشارت الأستاذ أوسان إلا أن دور النقابات مهم في تحقيق مصالح الموظفين مؤكدة إلى حل حلت كافة المشاكل والعراقيل التي تعترض سير عمل اللجنة النقابية لجانب عدد من الأمور المتعلقة بالأشخاص المنضمين إلى النقابة هذا وأقرى الاجتماع عدد من الإجراءات والقرارات التي ستسهم في تسهيل عمل الاجتماع الانتخابي لللجنة النقابية للباصات الصغيرة أعلن مدير الهيئة العامة للأثار والمتاح بساحل حضر موت رياض باكر موم عن اكتشاف مقبرة أثرية بمديرية دوعا تعود عمرها إلى 2500 عاما وأشار باكر موم إلى أن هيئة الأثار تلقت بلاغ بظهور مغارات أثناء عملية الشق لأحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية بمديرية دوعا وتم إيقاف عملية الشق بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية حتى يتم استكمال دراسات والمسح للموقع ومعرفة المزيد من هذه الأثار مضيفا إلى أن الهيئة نفذت نزول ميداني لمعاينة الموقع والتي كشفت بشكل أولي عن وجود مقابر تعود لمملكة حضر موت القديمة ناقش مؤتمر حضر موت الجامع في لقاء عقد اليوم بالمكلة التصورات الأولية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الثاني المقرر إجراءه هذا العام وخلال الاجتماع دعا النائب الأول لمؤتمر حضر موت الجامع الشيخ محمد البسيري اللجنة المكلفة إلى مواصلة أعمالها واستكمال وضع المكترحات الإجرائية لتقديمها كمصفوفة متكاملة لرئاسة المؤتمر لإقرارها وشددا على ضرورة أن تتواكب هذه التحضيرات وعلى أهمية هذا الحدث الاستثنائي بوصفه تظاهر كبرى لحاضر ومستقبل حضر موت حاثا على تكاتف الجميع لإجراء العملية التحضيرية بوقتها المحدد بإشراك جميع المديريات التقرئيس المجلس العام أبناء محافظتي المهرة وسقطرة السلطان عبدالله بن عيسى العفرار بإعضاء المجلس العام لأبناء المحافظتين وفي اللقاء دعا بن عفرار إلى توحيد الصف والكلمة والتمسك بالمجلس العام لأبناء المحافظتين والابتعاد عن العناصر المغرضة التي تعمل على إحداث الفتن موجه رسالته إلى أبناء محافظة المهرة بالتمسك بالمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة ومؤكدنا التواصل مع كل الأطراف لعودة للتوافق والتقارب بين أبناء المحافظتين والآن إلى أجواء التقص وأسعار العملات في حذر مود نهاية النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يترأس الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلسة محافظ حظر موت يعقد لقاء بالمعنيين لتسهيل إجراءات المستثمرين وأراضي المواطنين تدشين المعونة الفنية الصينية بالمكلة للقطاع الصحي للمحافظات المحررة السيدات وسادة قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلة المحلية ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية جورج جاد زيار صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلة تيفي حتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة